السلام عليكم أكم السلام نعم أنت ما ودت الخروف يتفعث من الخروف المشكلة أنت عطيت الخروف إبرا خطأ خلاص ماذا نصح أخليهم معاك على جنب لا ما تتصدقش الآن هو يستقل المبلغ الذي أنت عطيته والله العظيم ما يستقله الحياة ورفض ذا اللي أقبل العوض بتاتا صحب أمان المرأة تدى عليك ليه؟ دي ماذا تدوا عليك؟ المرأة وطلبت استشارة وقلت لها أنه جاله الشلل ومش حيطيب وفي بعض الأطباء قالوا لها أنه حيحاول يطيب والموضوع بداله أكثر من شهر والشلل ما صعبش وروحت لها وعرضت عليها تامل وكامل قالت ما باخدش العوض أنا استعوضت الله وقلت لها تبخذيهم وحطيهم في جامع رفضت أنا إزاي أبرح زمتي أيوة خلاص حطوهم أنت في جامع بإسمي شكرا الله يسلم